موسيقى نرحب بكم عزان المشاهدين في حلقة جديدة من الشفاء الإلهي وعنوان هذه الحلقة الشفاء من الألام والشفاء من الأوجاع وأتخذ من هذه الحلقة أو من رؤية الأصحاح الأول عنوانا لهذه الحلقة حيث كان يحنى الرأي الشفاء من الألام كيف نشفى من الألام والأوجاع والتجارب واللي بيقول عنها الكتاب أنه لا يتألم أحدكم أو لا يجرب أحدنا كصارق أو كلص لكن إن كان أحد يتألم لأجل مجد الله توباكم إذا تردوكم وعيروكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجل كاذبين كيف نستطيع أن نختبر مجد الله وحضر الله في الألام من خلال يحنى الرأي رؤية الأصحاح الأول حينما كان يحنى منفيا في الجزيرة التي تدعى بطمس وكان هذا النافي بسبب كلمة الله تكلم عن إعلان أراد أن يصنع إعلان هذا الإعلان يتكلم عنه ويقول إعلان يسوع المسيح ويتكلم عنه أيضا أنه هو رئيس ملوك الأرض اللي أحبنا وغسلنا من خطيانا بدمه في هذا الإعلان الذي تكلم عنه يحنى الرأي لم يتكلم عن إعلان حقوقه الشخصية أو إعلان حقوقه الإنسانية ولكن تكلم عن هذا الإعلان عن أنه إعلان يسوع المسيح وكأن يحنى يحول ديقته ويحول تجاربه إلى رؤية إلهية يبقى أول حاجة عمل فيها إعلان هو إعلان عن حقوق المسيح فيه حول فترة أسره وفترة ديقته إلى بركة إلى العالم أجمع والكتاب يدعونا أن نحن بيقول إن كان أحد يريد أن يأتي وراء المسيح أو يأتي وراء كما قال الرب ينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني لو أدركنا الحقيقة أن العدو دايما من خلال الألم بيحاول يخليك تركز على نفسك وتركز على ذاتك وعلى حقوقك الشخصية لكن لو أخذنا من الألم فرصة لاختبار مجد الله هنعمل زي يحنى ما عمل يحنى قال عن الرب إنه رئيس ملوك الأرض وإنه هو البكر من الأموات وهو بكورة الراقدين ليه تكلم عن الرب البكر من الأموات وهو بكورة الراقدين لأنه اختبر مجد القيامة يحنى رأى الرب سابقا على الصليب حينما جرد من سيابه جرد من الكرامة حينما لطم حينما جلد حينما زل ست ساعات على الصليب بين السماء والأرض وسالة دم وماء من الطعنات لكن لم يتوقف عند اختبار الصليب أو عند اختبار الألام الذي غفرت فيه الخطايا وطهرت بدم يسوع الذي طهر ولكنه يتكلم عن يسوع المقام من بين الأموات لماذا؟ لأنه إن كان الرب قال أين شوكتك يا موت أين غلبتك يا هوية فهو سيغلب في الأسر فهو سيغلب في التجربة وكل تجربة دون الموت تبدو بسيطة لأنه آخر عدو يقول عنه الكتاب يبطل هو الموت إذن هو رأى الرب وهو يبطل قوة الأسر وقوة النفي أيضا اتكلم عن الرب يسوع في إنه رئيس ملوك الأرض رئيس ملوك الأرض يبقى إذن إن كان قد صدر حكمه ضده في رؤية واحد وعدد خمسة يتكلم عنه رئيس ملوك الأرض إن كان صدر ضده حكمة عسوفي أو حكم زول بحسب ملوك الأرض لكن لم يخضع في هذا الحكم لملك أرضي ولكن خضع لرئيس ملوك الأرض أي أنه رأى أن الصورة مكتملة أن الرب فوق هذا الملك وفوق هذا الكرسي الذي حكم عليه بالنفي فخرج من قوة الملك الأرضي إلى ملك الملوك ورب الأرباب ثالث حاجة في التجربة إنه يحنى لم يفقد مكانته لم يتكلم عن نفسه تكلم عن تجربته في أقل من سطر لكن تكلم عن أمجاد الرب وأعمال الرب في حياته في معظم الرسالة أو في كل الرسالة تقريبا فلم يفقد الأسر مكانته ولكن قال جعلنا ملوك وكهنة لله أبي رؤية واحد ستة طيب لم يتكلم عن أن كل الضغوط التي وضعها فيه العدو جعلته أقل من ملك بل أحس في ذاته بقوة هذا التملك وأن يسوع يملك فيه والدليل على هذا الملك أن ما تكلم به من ألفين سنة يحدث الآن في عالمنا وسيحدث قبل مجيء المسيح إذن لا تفقد رؤيتك لملك الله فيك وأنت في التجربة وكهن لأنه لم تستطيع التجربة أن تفصله عن الصلاة لم تستطيع التجربة أن تفصله عن الشركة مع الآب ومنيه في السماويات إذن رأى نفسه في المسيح أنه هو الذي يسيطر على الأحداث وليست الأحداث تسيطر عليه لذلك مهما كانت قوة التجربة التي أنت تعاني بها النصرة تأتي من داخلك وتأتي من الشركة إن كنت تؤمن أن الرب يتملك فيك برغم الأحداث المؤسفة فستعيش كمالك في الأسر وتعيش كمالك على كل الظروف وأيضا لن تفصل لك التجربة عن الشركة والعلاقة مع الرب يسوع لاحظ أنه كلمة الملك دايما مرتبطة بالكاهن فقوة الملك في الكهنوت والكهنوت في العهد الجديد هو شركتنا وعلاقتنا مع الرب يسوع مثل العلاقة مع ملكي صادق اللي بيقول للرب عنها في مزمور 110 عدد 4 عدد 6 أقسم الرب ولن يندم أنت كاهن إلى الأبد عن المسيح على ردبة ملكي صادق الرب عن يمينك يحطم في يوم رجسه يدين بين الأمم ملأ جثثا ملوكا من الأمم ملأ جثثا أرض واسعة صحق رؤوسها وده اللي الرب عمله بإبراهيم لما راح ينقذ لوت من كدر العمر والملوك اللي معاه هزم جميع الملوك وقابلوا الكاهن بالخمر والخبز والماء لأنه كان يشير الخمر إلى دم يسوع الذي يشفينا من كل جراح العدو والخمر إلى تعزيات الروح القدس الذي المعز الذي يمكس معنا ويدوم فينا إلى أن يجيه يبقى الملك دايما ماشي معاه الكاهنوت لأنه يستمد قوته من حضرة الله أيضا الله يلاقينا في وسط التجارب والآراب مثل ملك صادق وملك سليم حينما لأن ملك سليم أو شليم تشير إلى أورى شليم مدينة الله العلي اللي هي فيها نحن مقيمون في السماء وسيرتنا في السماء بارك الرب بالخبز والخمر لأن الخبز أيضا يشير إلى يسوع الخبز النازل من السماء الوايب حياة للبشر هناك نوع آخر من الحياة غير حياة الأكل والشرب نجد التلزز فيه بالرب يسوع حينما قال من يأكلني يحيى به طعم الحياة هو في يسوع لذة الحياة هي في يسوع أيضا استطاع أن يبارك إبراهيم ملك صادق أو هذا الكيان الذي ظهر له على مثال الرب يسوع حينما دفع له العشور وأن كان الله يباركنا بالكثير وأطلب منا القليل لكن كما يباركنا ينبغي أن نبارك الله بأمانتنا في أموالنا ودفع العشور إليه لم يكن ملك صادق أو ملك سليم كملك محتاجا لإبراهيم في شيء ولكن أراد إبراهيم أن يعبر عن البركة لهذا الملك في العطاء له أيضا نجد أن هذا الكهنوت مكتوب عنه كهنوت ملك صادق مشبه بابن الله وحينما نتحد بالرب يسوع نتغير من مجد إلى مجد لندخل محضر ملك الملوك في يحنى في تجربته أيضا إذن نظر إلى مكانته أخذ إعلان الرب يسوع كان كاهنا لله العالي في صلواته وفي طلباته أمام الرب رأى الرب ملك الملوك ورب الأرباب وأيضا خمس حاجة استطاع أن يخرج بها من تجربته هو التعلق بالأبدية السعيدة والتعلق بمجيء الرب اللي بيقول عنه الكتاب ومن عنده هذا الرجاء به يطهر نفسه كما هو طهر رؤية سابق واحد وعدد سبعة قال هو زيأتي مع السحاب هو زيأتي مع السحاب يعني أنا عيني يحنى مش على جدران الأسر ولا الغرفة المظلمة اللي أنا فيها ولا الغرفة الصغيرة ولا اللي عمل فيها العدو أنا أرفع عيني إلى العلاء أنا عيني على السحاب أنا منتظر حبيبي اللي قال هو زيأتي سريعا وأجرتي معي الروح والعروس يقولان تعال ومن يسمع فليقول تعال يبقى أذن أنا اللي منتظره مجيء الرب يسوع هو زيأتي مع السحاب ورأى أن النصرة هي نهائية هو لا يحتاج إلى معارك مع الأنظمة الأرضية ولا يحتاج إلى حقوق من ملوك الأرض لأنه حينما سأتي مع السحاب ستنظر كل عين كل قبيلة كل أمة وكل سنومين كمان واللي تعانوه وينوحه عليه كنائح على وحيد لأمه طيب أنا حبيب طعم مش مهم الأسر أنا حبيب اتمزق جسده على عود الصليب لأجلي وألهبت ظهره السياط وأنا في حتة أسر ألام الزمان الحاضر لا تقص بالمجد العتيد أن يستعلن فيه لأنه لبا الرب يجي بالنصرة هو هيعلن نصرتي معاه أنا نصرتي أتعلن في نصرة الرب يسوع حينما نخلع هذا الإنسان العتيق مع عماله ونلبس الجديد الذي يتجدد حين أذن يمسح الرب كل دمع من عيوننا لن يكون حزن ولا صراخ يسمع في بابا أيضا خرج يحن من تجربته حينما تكلم عن الرب أنه الألف والياء فرؤية واحد وثمانية وما معنى الألف والياء والبداية والنهاية لأنه قصة حياتي كلها من بدايتها لنهايتها من قبل تأسيس العالم إلى الأبدية السعيدة هي تدخل في حصار شخص ربنا يسوع المسيح هو الألف والياء فمثلا هنكمل بعد الفاصل ما معنى الألف والياء في معاني كثيرة في الكتاب المقدس أرجو أن تبقوا معنا موسيقى 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 غالي عليك غالي عليك ربي أنا غالي عليك وغلوتي مش فياك دي محبتك لياك حطتني جوه قلبك وشلتني فعليك غالي عليك غالي عليك ربي أنا غالي عليك غالي عليك غالي عليك ربي أنا غالي عليك وغلوتي مش فياك دي محبتك لياك حطتني جوه قلبك وشلتني فعليك غالي عليك رغمني الليل في عناية وضعيف قدام أي خطية وشعوري بالزن بمليني وحياتي فترة ومطفية والماضي عمالي طاردني والناس حولي بتبغدني والماضي عمالي طاردني والناس حولي بتبغدني وما فيش حاجة تسرّي الألب لكن ثقة في حبك لياك ده أنا غالي عليك غالي عليك ربي أنا غالي عليك غالي عليك ربي أنا غالي عليك وغلوتي مش فياك دي محبتك لياك حطتني جوه قلبك وشلتني فعليك غالي عليك رغم أني عهدتك أرجع لك لكني ما عدتش أنفع لك ده ما فيه شيء صالح فياك ومؤكد في جهنم ههلك لديتك فرصة تكلمني ولا في ظروفي الصعبها مني لديتك فرصة تكلمني ولا في ظروفي الصعبها مني مع إن الموت قرب مني كان حيخدني يقضي علي ده أنا غالي عليك غالي عليك ربي أنا غالي عليك غالي عليك يا يسوع أنا مرحب بكم عزيزان المشاهدين مرة أخرى في استكمال حلقتنا عن الشفاء من الألام أو الشفاء من الجروح واتخذنا مثالا لها يحنى الرأي من الأصحاح الأول وقلنا كيف أن يحنى استطاع أن ينتصر على ألام الأسر والوحدة استطاع أن ينتصر حينما تكلم عن إعلان ربنا يسوع المسيح لم يتكلم عن إعلان شخصي أو إعلان حقوقه الشخصية ولكن تكلم عن حق إلهه تكلم أيضا عن الرب اللي هو رئيس ملوك الأرض في رؤية واحد وعدد خمسة وراء السلطان الرب الذي يفوق كل ملوك الأرض أيضا تكلم عن محبة الله الذي أحبنا وغسلنا بدم الغالي الكريم في يحنى عشرة وعدد إنجيل يحنى في الأصحى العاشر نجد أن الرب فعلا أحبنا أيضا وغسلنا من خطيانا بدمه وتكلم عنه يحنى الرأي أيضا تكلم يحنى أيضا في سفر الرؤية وفي الأصحى الأول عن أمجاد واختبارات عديدة منها أن الرب هو الذي يأتي كرئيس ملوك الأرض وجعلنا ملوكه كهنة لله أبينا نستكمل حديث أيضا حينما نتكلم عن الرب أنه الألف والياء البداية والنهاية فحينما نتكلم عن الرب الذي هو الألف والياء والبداية والنهاية نجد أنه هو يعرف قصتنا ويعرف كل ما يدور فيها وتكلمنا قبل الفاصل عن هامان ومردخاي أيضا فكان في قصة حياة شعب الله في أيام مملكة أحشا ويرش الملك في أيام السبي حينما سطى وأخذ كل ما لشعب الله وتابوت عهد الرب وحينما تم سبي شعب الله في مملكة أحشا ويرش وفي مملكة بابل نجد أنه أيضا كان يوجد شخصين في هذه المملكة هؤلاء هم هامان ومردخاي هامان ومردخاي مرضخاي الذي كان من شعب الله وكان يربي أستير الملكة منذ صغرها حتى قابلت الملك أحشا ويرش واختيرت كملكة وهذا الشخص كان يرفض الخضوع للملك الأرضي وكان يرفض الخضوع أو السجود لهامان رئيس الوزراء الذي كان يهدد بالقتل وفي كل مرة كان يدخل إلى الملك أحشا ويرش كان يرفض السجود إليه حتى أصدر هامان أمرا بإبادة جميع شعب الله النساء والأطفال والجميع من الصغير إلى الكبير ولكن لأن إلهنا هو الألف والياء البداية والنهاية صام الشعب وطلب الرب لمدة ثلاثة أيام حتى دخلت الملك أستير إلى الملك في غير الموعد وقدم لها قديب الزهب وقال لها اطلبي حتى إلى نصف المملكة أنا أعطيكي وانكشفت المؤامرات فحينما نتكلم عن الله الألف والياء هو الذي يعرف قصة الظلم الذي في حياة كل شخص وهو وحده بتدخل إلهي يستطيع أن يمد قديب الزهب ويستطيع أن يجد عهد حياة جديد لكل مظلوم لأنه هو قاضي القضاء ملك الملوك ورب الأرباب أيضا يتكلم يحنى في رؤية واحد من عدد تسع العشرة عن أسباب الآلام كان يحنى منفيا في الجزيرة التي تضع بطمص من أجل سلب حقوقه من أجل عدم العدل من أجل التعصب من أجل الظلم الواقع على اليهود في ذلك الوقت ولكن وجد هدفا أسما لآلامه وأوجاعه كان منفيا من أجل كلمة الله ومن أجل شهادة يسوع كان منفيا من أجل تمسكه بهذه الكلمة واعتبر رحلة نفيه هي أيضا في اتجاه الكلمة وفي شهادة ربنا يسوع المسيح لم يتكلم عن أعدائه لم يتحدث عن الذين ظلموه أو الذين أرادوا أن ينفوه ولكن وجد نفسه في مهمة مقدسة أنه في الآلام سيتعظم عمل الله في الآلام ستزاع من قبل كلمة الله إلى كل العالم وإلى كل أرحاء المسكونة لذلك إن كنا نرى أن حياتنا كلها مرتبطة بكلمة الله وشهادة الله فهي لن تختفي أبدا لاحظ أنه فيه مستويين من الطاعة بيتكلم عنه من الكتاب المقدس المستوى الأول في حياة المسيح بيقول أنا عنده كان عند الآب كنت عنده خالقا وكنت لذاته وكان فيه تلزز ما بين الآب والإبن ولو الآب والإبن أو الآب مع الأولاد عايشين في حياة التلزز الطاعة ما تبقاش صعبة أبدا الطاعة تبقى سهلة وتبقى ميسورة وممكن مدام فيه تلزز وفيه حب وفيه فرح آه اعمل كده به وله الكل قد خلق ونحن رأينا مجد مجد كما لوحيد من الآب مملوء النعمة وحق لاحظة أن طاعة التلزز شيء وطاعة الألام شيء فطاعة التلزز كانت جزء في حياة المسيح لكن فيه حاجة اسمها تعلم الطاعة مما قد تقلم به لما كل حاجة تبقى بتشتغل ضدك تلاقي الأصدقاء والتلاميذ اللي تعبت معاهم أكتر من ثلاث سنين مش قادرين يصهروا معاك ساعة واحدة تلاقي اللي بيغمس معاك اللقمة وبيقل معاك في صحفة واحدة بيخونك وبيروح يبلغ عنك وبيطعنك في ظهرك وبيجي يسلمك بقبلة بيحبك وماسك السيف من الناحية التانية لما تلاقي الآب اللي انت كنت كل يوم لزته وبيقول هذا هو ابن الحبيب الذي بيه سررت مكان السرور بيطعن وبينضرب وبتدقس المسامير في ايديه قالوا يا ابتاء انشأت ان تجيز عني هذه الكأس وعرق ويتصبب كقطرات دم هنا الطاعة تعلمت ده مستوى الطاعة العليا اللي بسبب هذه الطاعة صار خلاص لكل البشرية يبطاعة التلزز غير طاعة الالام لكن هذه الالام تحولت الى خلاص لكل البشر وايضا الام يحنى في الاسر واتعابه صارت رسائل وبركة الى كل قارة اسيا وايلينا حتى الان وى العالم كله اعلم ان غرض الله في الالام ان يتحول بك الى مستوى اعظم للبركة ومستوى اعظم للشهادة اكثر من المستوى التلزز والحب العادي ايضا كان يحنى يرى نفسه في هذا الوقت في رؤية واحد يتكلم عن نفسه كعبد للرب خدوه على الرب كعبد ويتكلم عن تحكم الله في الزمان واقول ما لابد ان يكون عن قريب يبقى احنا مفيش انسان بيتحكم في اوقتنا لان لكل شيء تحت السماء وقت وقت الالام اللي انت بتكتاز فيه وقت التجربة وقت التلزز تأكد انه في اوقات كتيرة بيمر بيها المؤمن طلع من التلزز الابن الحبيب الى الذي لم يعرف خطيئة صار خطيئة وصار لعنة لاجلنا لكن هل في كل الحالات كان متحد مع الاب نعم حتى النفس الاخير قال له يا ابتاه في يديك استودع روحي نعم اطاع حتى الموت موت الصليب لذلك اقامه الله اعطى اسم فوق كل اسم اذا مرحلة الالام هي المرحلة اللي بيتمجد فيها الانسان مع الرب اللي بيخرج فيها من القوة العادية الى القوة الالهية السماوية المجيدة لاحظ ان يحنى في وقت الاسر اعتبر نفسه في ارسلية وقال مرسلا بيد ملاك العبد يحنى اذا خرج من الام الاسر الى فضل الارسلية وقوة الارسلية ليكون بركة لاسيع العالم كله لم يأخذ في اسر مكان الثائر ولا في النفي مكان الفرصة لكي يبعث رسائل الى الكنائس عشان تأوم محامين يدفع عنه للكنائس السبعة خاصة انه كان معروفا في ذلك الوقت وكان مشهورا وكان يمكن للكنائس ان تعين محامين للدفاع ولكن ارسل الكنائس ليتكلم عن حبيب الالب يسوع ويخبرهم ان يتوبوا ويرجعوا ويتهيأوا لقدس اقدس الرب ويكلمهم ان يرجعوا زي ما بيقول لي ملك كنيسة لودوكية لاست حارا ولا بارد انا مزمع انا تقيقك من فمي اشير عليك انك تشتري مني زهب مصفى بالنار لكي تستغني وكان يكلم كل كنيسة عن اخطاقها ما فيش وقت يا جماعة نتكلم عن مشاكلنا ما فيش وقت نحكي عن مضايقاتنا الوقت هو للرب اتكلم عن الرب ايضا ان هو الاله كان قال كنت في الروح في يوم الرب لاحظ لما بيقول كنت في الروح في يوم الرب اللي بيخلي يوم يومك هو يوم الرب انك تكون في الروح القدس الروح الذي يفحص كل شيء حتى عمق الله هو تكلم عن الروح قبل اليوم لان المفروض كل ايام الاسبوع يوم للرب وده امتى ده اجعلها يوم للرب لما نكون في الروح مش في الجسد الجسد لو انت سبت نفسك للجسد هتلاقي ضرب بطارية لم تعصر ولم تعصب ولم تلين بالزيت لكن لو سبت نفسك لروح الله هتلاقي نفسك تقول مع بولس اما انا فاقل شيء عندي ان يحكم في منكم او من يوم بشر مهما صدرت احكام ضدك هتبقى فوقيها مهما صدرت من احكام عليك هتبقى مرتفع بنعمة الله اتكلم ايضا عن الله الامين اللي يبقى امين لا يقدر ان ينكر نفسه فكن امينا الى الموت واعطيك اكليل الحياة تكلم عن يسوع البكر من الاموات اللي هو هزم الموت وقال انا يحنى شارككم في الضيقة وفي ملكوت ربنا يسوع المسيح يبقى لو عشت بس في الالم هيضمرك لكن لو شفت نفسك في الالم انك شريك في الالم لكن شريك في الملكوت هتاخد قوة من الملكوت الابدي من صاحب السلطان قول له يا رب يسوع انك كنت بكتاز في رحلة الالم لكن انا مش شريك في الالم بس انا شريك في ملكوت ربنا يسوع المسيح أنا شريك في الأمجاد شريك في القوة شريك في الأفراح شريك في الحضرة الإلهية وأشكرك لأنك نقلتني من الموت إلى الحياة بدمك الغالي وإلى اللقاء وشكرا لكم ربي يبرككم اشتركوا في القناة